الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم لقد ختم الله تعالى الأنبياء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمن الكفر اعتقاد جواز نبوة أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما فيه من تكذيب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين المعلوم بين علمائهم وعوامهم أما القرآن فقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي أخرجه البخاري وغيره وغير ذلك من الأحاديث ومخالفة القاديانية أتباع غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة لهذه العقيدة الحق كفر لأنها تكذيب للنصوص ورد لها وهذا غلام أحمد قال عن نفسه إنه نبي رسول وقال إنها نبوة تجديدية وقال إنها نبوة ظلية أي تحت ظل محمد ثم المسلمون قاموا ليقتلوه أول ما دعا إلى الإيمان بأنه نبي فاحتمى بالإنجليز فشرطوا عليه أن يعطل حركة الجهاد في الهند كلها فقال فيما ادعى أنه وحي من الله يجب علينا شكر الدولة البريطانية لأنهم أحسنوا إلينا بأنواع الامتنان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وحرام علينا وعلى جميع المسلمين محاربة الإنجليز فوفى بالشرط الذي طلبوه منه ثم قام مقامه بعض ذريته لتلك الدعوة ومن جملة تمويهاتهم أنهم يقولون معنى لا نبي بعدي المذكور في الحديث لا نبي آخر في حال حياة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا تحريف للحديث بل معناه أنا آخر النبيين لا يأتي بعد نبي إلى يوم القيامة ويصدق هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم فإنه صلى الله عليه وسلم قال وختم بي النبيون وهذا يزيد معنى وخاتم النبيين وضوحا أنه بمعنى آخرهم أي بمعنى الآخر الذي لا نبي بعده وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه عند السفر إلى تبوك أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي رواه البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم ولم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤية الصالحة رواه البخاري وهذا التمويه يرد أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لو كان بعد نبي لكان عمر بن الخطاب رواه الترمذي وبالحديث الذي فيه إخبار النبي أنه سيأتي بعده كذابون كل منهم يزعم أنه رسول الله فغلام أحمد داخل في هؤلاء لأن الرسول ذكر أنهم ثلاثون ولم يبدع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد النبوة إلا الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب وآخر دعوانا أن الحمد لله ربنا